في إطار تحذيراتها لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في يوليو المقبل بألمانيا قامت المساشرة الألمانية إنجيلا ميركل بزيارة دول الخليج لمناقشة موضوعات عدة في مقدمتها الوضع السياسي في اليمن وصلت ميركل مطلع هذا الشهر إلى الإمارات بعد زيارة إلى السعودية في الثلاثين من إبريل الماضي وفق مصادر دبلوماسية فإن ميركل عرضت استعداد ألمانيا للمساهمة في إحداث حراك في الجمود الذي يشل مشهد السياسة في اليمن عرضت برلين مساعدة دبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في اليمن تتضمن مقترحات سياسية للأزمة اليمنية نالت موافقة الرياض بحسب تصريحات ميركل في ختام جولتها الخليجية تؤيد وجهة النظر الألمانية الاتجاه الدولي الرافض للحل العسكري لأزمة اليمنية ولذا تدعو برلين بحسب تصريحاتها إلى العودة المباشرة للمفاوضات السياسية بينما تسميه أطراف الصراع في اليمن تبدو برلين واثقة من قبول اقتراحاتها السياسية بشان اليمن فقد أكدت أنها سوف تقوم بعرض مأسمة إمكاناتها الدبلوماسية الخاصة على الأمين العامل ومم المتحدة أنطونيو جوتريس تعتمد برلين لإنجاح رؤيتها السياسية على علاقتها الدبلوماسية الواسعة حيث تربطها بحسب مراقبين علاقات إيجابية بكل أطراف الحرب في اليمن لم تفصح المساشرات الألمانية عن نوع وسائلها الدبلوماسية للحل السلمي لكن مصادر مطلعة أكدت أن نجاح التحرك الألماني مرتبط بالتنسيق مع واشنطن ويعتمد في الوقت ذاته على مدى التاثير الألماني على تحالف الانقلاب اشتركوا في القناة